أهلا بكم 13 عاما من غياب الفاعلية وشرعنة الفوضى ذاك هو عمر البرلمان اليمني البرلمان الذي تحاول من خلاله ميليشيات الحوثي والمخلوع شرعنة انقلابها بعد فشل محاولاتها تلك على طاولة التفاوض إنها إذن معركة إحياء البرلمان الميت سريريا خطوة وصفها الرئيس هادي والحكومة بالجريمة القانونية وانتهاك صارخ للدستور والانقلاب على المبادرة الخليجية والقرارات الدولية يعتبر مجلس النواب الأطول عمرا حيث كانت آخر انتخابات له في العام 2003 وحتى العام 2009 انتهت فترته الدستورية لكن بسبب الأوضاع في البلاد تعذر إجراء انتخابات له وتم التمديد عامين باتفاق بين الأحزاب السياسية يشار إلى أن آخر جلساته كانت في 22 من ديسمبر 2014 وعقب ثورة الحادي عشر من فبراير السلبية وتحديداً عند إعلان المبادرة الخليجية التي قامت عليها المرحلة الانتقالية تم إخضاع قرارات المجلس للتوافق بدلاً عن الأغلبية يترأس البرلمان القيادي في حزب المخلوع يحيى الراعي ويبلغ عدد أعضاء المجلس 301 عضو يمتلك حزب المخلوع فيه 191 مقعداً لكن العشرات منهم إما استقالوا من الحزب كما حصل في ثورة الحادي عشر من فبراير ولاحقاً أيد الشرعية الرئيس هادي فضلاً عن وفاة العديد من الأعضاء فيما يأتي حزب التجمع اليمني للإصلاح في المرتبة الثانية ويمتلك 46 مقعداً في المجلس في حين يمتلك الحزب الاشتراكي سبعة مقاعد بينما تتوزع بقية المقاعد على المكونات الأخرى والمستقلين في الثاني والعشرين من يناير 2015 وأثناء محاصرة الانقلابيين لمنزل الرئيس هادي قدم الأخير استقالته إلى البرلمان وبعد شهر من الاستقالة تمكن من كسر الحصار ومن عدن أعلن التراجع عن الاستقالة في حين كان المخلوع صالح قد فشل في التحريض على عقد جلسة برلمانية لقبول الاستقالة مع الاتفاق الأخير بين ميليشيا الحوثي وحزب المخلوع وتشكيلهم مجلساً سياسياً تصبح أبرز خطوة هي عودة البرلمان غير أن التوافق تعذر بين الكتل فحزب الإصلاح صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان متمسك بتأييد الشرعية وفي حال اكتمل صابة الانعقاد دون التوافق تكون القرارات مخالفة للمبادرة الخليجية التي تمثل مبادئ فوق دستورية على إثر دعوة الإنقلابيين لاجتماع البرلمان تصاعدت ردود الفعل الرافضة حتى واشنطن عبر سفيرها لدى اليمن رفضت ذلك فيما رفضت الكتلة البرلمانية المؤيدة الشرعية هذه الدعوة واعتبرتها باطلة ولا تكتسب الشرعية الكافية اجتماع البرلمان إذن لا يعتد به لأنه يتم في عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية ويجتمع تحت سطوة البنادق وجنازير الدبابات بالعودة إلى الزملاء في السيديو الأخبار